طبعاً ما تحطي السورتين دول جنب بعض بتدركي حجم التحول والتغيير في المصاري الجخص كان محتجز دلوقتي بقى واحد من أبرز وأقوى الأسماء على الساحة في مصر إبراهيم العجاني اسم تردد بكثافة في مصر خلال الأوينة الأخيرة لسيما بعد اختياره رئيساً لما يغرفوا باتحاد القبائل العربية في سيناء وما صحب ذلك من مشاهد تم تدولها على السوشيال ميديا تصور حضور رجل الأعمال السينوي المؤتمر التأسيسي الأول لهذا الكيان في موكب كبير من سيارات الدفع الربعي اسم العجاني ارتبط أيضاً خلال الشهور الأخيرة بشركة سياحية ثرت حولها مزاعم تلقي مبالغ مالية باهضة من الراغبين في مغادرة قطاع غزة هروباً من الحرب نحو مصر عبر معبر رفح فمن هو إبراهيم العجاني؟ هذا فودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي وأنا إيناس عبدالوهاب أتحدث اليوم إلى سالي نبيل مرسلة بي بي سي من القاهرة وقد عدت تقريراً مفصلاً لموقعنا الإلكتروني عن اسم إبراهيم العجاني وما يثار حوله من جدل أهلاً سالي أهلاً بك يا إيناس يعني سالي إذا أردنا أن نعرف متابعي بودكاست يستحق الانتباه في مصر وخارجها بإبراهيم العجاني من أين يمكن أن نبدأ؟ يعني مبدئياً بما أننا في بودكاست فدعيني أقترب أكثر من الجمهور وأتحدث يعني بالعامية بعيداً عن الفصحة فنحن في وسيط أكثر قرباً من المتلقي إن جاز لنا ذلك إبراهيم العرجاني هو اسم ظهر بشكل واضح جداً في السنوات الأخيرة في مصر وظهر أكثر بعد الحرب في غزة هو زعيم قبلي من قبيلة الترابين وهي قبيلة من أهم القبايل في شبه جزيرة سيناء هو أحد قادة القبيلة دي وفي الفترة الأخيرة بقى اسمه مراضف للثروة للنفوذ للقدرة على إنجاز على ما يبدو الكثير من المهام اللي الدولة بتؤيدها وبتدعمها يعني هو اسمه كمان ارتبط بكثير من اللغة زي ما قلت حرب غزة تحديداً لأن كان فيه تقارير منها تقرير صحيفة التايمز البريطانية تقرير لموقع مدى مصر المستقل الإخباري بيتكلم عن إن هو فارد أو هو ومن معه فاردين مصرفات تقدر بآلاف الدولارات للشخص مقابل إنه يخرج من غزة يأتي إلى الأراضي المصرية هروباً من الحرب ده الكلام ده ممتشر جداً سواء زي ما قلت في بعض الصحف أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح الدولة نفت نفت نفي قاطع يعني وقالت إنه مجرد أكذيب وما فيش أي مصرفات إضافية ولا 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 لكن النفي بتاع الدولة ده محطش حد لكلام عن فكرة التربح من القادمين من غزة لهربانين من الحرب وعوزين يدخلوا لسينا للأراضي المصرية وطبعاً علينا أن نوضح طيب خلينا نوضح الأول من الحديث بنتحدث عن الشركة سياحية إحدى الشركات السياحية المملوكة للعجاني صحية وهي الشركة التي ثور حولها الجدل بالزبط هي الخروج من غزة لمصر بيتم عن طريق شركة هالة شركة هالة هي شركة سياحية هي واحدة من مجموعة شركات كبيرة بتنضم تحت مسمى أكبر هو مجموعة جاني طبعاً هو ما بدأش برجل أعمال وصاحب صروة وصاحب نفوذ الموضوع ده حصل على مدار أكتر من عشر سنين وما كانش حتى بيحظى بدعم السلطة أو بالقرب ده من السلطة من أيام حسنين بارك مثلاً الرئيس السابق طيب سالي خلينا سالي بما أننا تحدثنا عن يعني إحنا حن نمر في رحلة الصعود هذه يعني مرحلة مرحلة لكن بما أننا تحدثنا عن شركة هالة خلينا نتحدث عما أثير عن شركة هالة هل صدر أي كلام عن شركة هالة يعني ماذا يقوله ما الذي يقوله كل طرف عن هذه المزاعم أو الادعاءات التي تنتشر على وسائل الإعلام أو التقارير حتى الإعلامية التي صدرت أصحاب الانتقادات أو اللي أطلقوا هذه الاتهامات أو المزاعم سواء كانت صحف موصوق فيها زي صحيفة التايمز زي ما قلت لك سواء مواقع إخبارية مستقلة داخل مصر زي موقع مدى مصر وهو واحد من المواقع القليلة جداً مستقلة يعني بعيد عن سيطرة الدولة استندوا في التقارير بتاعتهم اللي بتتهم شركة هالة بالتربح من وراء سكان غزة استندوا لشهادات من بعض سكان غزة اللي هم دفعوا فلوس عشان يقدروا يعبروا من غزة لشبه جزيرة سيناء وإحنا طبعاً عارفين إن معبر رفح هو المعبر الوحيد اللي بيربط ما بين غزة والعالم الخارجي بعيداً عن سيطرة إسرائيل باقي المعابر تخضع لسيطرة الإسرائيلية لكن معبر رفح هو معبر ما بين غزة وما بين مصر ما بتسيطرش عليه إسرائيل فده الشريان الوحيد اللي يقدر سكان غزة يعني يسلكوه أو يخدوه علشان يهربوا من الحرب وهنا ظهر دور شركة هالة اللي اتهمت بإنها يعني تايمز فأفتكر قالت إن هي حققت أرباح توصل لحوالي 90 مليون دولار في خلال أسابيع بسيطة وده مبلغ رهيب يعني وتكلمت عن إن كل فرد بيدفع آلاف من الدولارات نظير إنه يسمح له بالعبور لأن عموماً حتى من قبل الحرب العبور من غزة لرفح بيحتاج طبعاً موافقات أمنية وكذا لحساسية الموقع لكن العبور محتاج لصلاة العبور من غزة لرفح محتاج لإستخلاص موافقات وتصريح وكذا تتسهيلات معينة يعني تسهيلات تتعلق بالأمن وشركة هلا بتتمتع بهذه التسهيلات لكن كما ذكرت الحكومة المصرية نفت يعني ما ذكرته بالإدعاءات يعني يعني الديق رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وهي الهيئة المسؤولة عن الصحافة الأجنبية في مصر أو المرسلين الأجانب بشكل أبقي قال إن كل دي إدعاءات ملهاش أي أساس من الصحة مبنية على مصادر مجهلة وقال إن كل الكلام ده يعني هو محد إفتراء زي ما قال وقال إن كل المصرفات اللي بتطلب من سكان غزة هي الرسوم الطبيعية اللي كانت بتفرد بشكل رسمي وما فيش أي مصرفات إضافية غير رسمية اتفرضت على السكان وقال ده بشكل قاطع وواضح بعد الحرب لكن النفي الحكومي ما وضعش حد أو نهاية لرواية دي استمرت الاتهامات حتى الآن وما فيش أي حد يعني توقف عن الشكوى من فكرة إن أنت بتاخد فلوس من ناس بتهرب من حرب الحكومة بتنفي لكن الشكاوى والانتقادات مستمرة طيب نعود للعرجاني ورحلة الصعود والله هو رحلة الصعود بتاعته وأنا بقرة فيها كانت مصيرة للدهشة لأن فيها تحولات كتير في المصار بتاعه يعني مثلا هو احتجز أو اتحبس في 2008 لمدة سنتين تقريبا لأن كان فيه في 2008 بعض المناوشات ما بين بدو سيناء ورجال الأمن وهو كان طرف في هذه المناوشات وساعتها اتهم بدو سيناء بأنهم احتجزوا العشرات من رجال الأمن بعد المواجهات دي احتجز إبراهيم العرجاني وعدد آخر من رجال القبائل لمدة سنتين تقريبا وخرج في 2010 فالصورة دي تتنقض كليا مع الصورة الحالية دلوقتي اللي احنا بنشوفها يعني بذكر مثلا المشهد بتاع حضوره للمؤتمر التأسيسي لاتحاد القبائل في سيناء اتحاد القبائل العربية اللي كان يعني أول شهر مايو مايو ايار مشهد حديث جدا اه طبعا هو كان الموكب كان مهيب جدا عربيات احنا بنقول عليها هنا 4x4 او عربيات ربعية الدفع عدد ضخم جدا من العربيات يعني يوازي المواكب رسمية بتاعت كبار المسؤولين في الدولة وده كان مصار لغة كبير جدا على المواقع التواصل الاجتماعي وكان اتعملت له حتى أغنية مخصوصة بتحتفل بيه وبتشيد بيه بيسموه ابو عصام في الأغنية ان هو له ابن اسمه عصام فطبعا ما تحطي السورتين دول جنب بعض بتدركي حجم التحول والتغيير في المصاري ان شخص كان محتجز دلوقتي بقى واحد من أبرز وأقوى الأسماء على الساحة في مصر ما الذي نعرفه من 2010؟ ما الذي نعرفه من هذه اللقطة في 2010؟ حتى هذه اللقطة التي تحدثت عنها المؤتمر حضور المؤتمر التأسيسي لاتحاد قبائل سيناء ما الذي نعرفه عن هذه الفترة؟ يعني على ما يبدو أن التحول بشكل لافت حصل بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2014 لأن كان وقتها هو بدأ مجموعة العرجاني بالشركة صغيرة الشركة دي حصلت على عقود لتوريد كل المواد اللازمة لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي هو كان هجوم كاسح وهجوم ضخم جداً وأكيد يعني مستمعينا ومشاهدين هيفتكروا حرب غزة 2014 فيبدو أن هنا دي كانت النواة أو البداية أو نقطة انطلاق برزة على الأقل نحو التأسيس ما يمكن أن نسميه إمبراطورية العرجاني حالياً وهو نفسه على موقع شركة أبناء سيناء بيقولوا أن أبناء سيناء كانت نقطة الانطلاق لتأسيس عدد كبير من الشركات اللي هي كلها دلوقتي تحت اسم مجموعة العرجاني فالمشاركة في إعادة إعمار غزة أو توريد المواد البناء وكل المواد اللازمة لإعادة بناء القطاع يبدو أن هي سهمت بشكل كبير في توسيع نشاطه التجاري وبعدين حصل أن فكرة بقى استعانت الجيش بقبائل سيناء علشان يشاركوا فيما يعرف بمواجهة الإرهاب وإبراهيم العرجاني كان له لقاء تلفزيوني أعتقد في 2015 وكان بيتكلم بثقة كبيرة جداً عن قدرة القبائل على الوصول للمسلحين يعني الجيش المصري بيحارب المسلحين في سيناء من أكتر من عشر سنين من 2011 أو 2012 وهي حرب طبعاً ما هيش حرب نظامية هي حرب عصابات والتدريس بتاعة سيناء للي ما يعرفهاش سيناء منطقة جبلية جداً تدريسها شديدة الوعورة هي بحر وجبل فهو كان العرجاني بيتكلم من منطلق إن إحنا نقدر نجيبهم حتى هما نايمين يعني قال إن الجيش بيحارب الزبط قال إن الجيش بيحارب حاجة أشبه بالأشباح لإن هما بيهجموا الهجمة ويستخبوا فالجيش ممكن ما يكونش عنده القدرة على إنه يوصلهم لإنه عشان وعور التدريس المنطقة فهم أبناء القبائل هم أبناء المنطقة عارفين الجغرافية بتاعتها كويس فقال إن نهاية المسلحين هتكون على إيدنا وإحنا نقدر نجيبهم حتى وهما نايمين فهو كان واثق جدا في قدرة أمناء القبائل وطبعا يعني عشان الكلام ده يتحط في سياق صحيح هو كان أكد أكتر من مؤرة على إن إحنا من القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة المصرية مننا ونحن نحارب جنب إلى جنب مع الجيش والدور ده فضل مستمر وفضل يكبر على مدار السنين اللي فاتت لغاية ما اتحاد القبائل ده اتتصب ستر بس سالي يعني كما أشارت في المقال إنه الجيش المصري لم يعلق على هذه التصريحات إنه يعني قبائل سينا حربت جنبا إلى جنب مع الجيش تصريحات الأرجاني في 2015 صحيح لكن استعانة الجيش بالقبائل ده شيء معلن ما هواش مثلا شيء ما حدش يعرفه أو شيء خفف لكن هو ده شيء معلن والأسباب اللي بتتقال زي ما قلت لك إنهما أبناء من الجغرافيا معرفتهم طبعا يعني أيا كانت حجم القوة العسكرية المنطقة بالمنطقة أو بالجغرافيا المكان هو أمر مطلوب في التصدي لهذا النوع من الأنشطة خاصة إنها مش حرب نظامية زي ما قلت لك وعلى مدار السنوات دور القبائل بدأ يتضخم وينمو ويكبر لغاية ما وصلنا لأنهما أعلنوا أو استضافوا مؤتمر تأسيسي لاتحاد القبائل في سينا يعني وزا حطينا المشهد ده جنب المشهد بتاع الموكب الضخم المهيب اللي راح في إبراهيم العرجاني للمؤتمر حنلاقي إن يعني في ناس كتير بدأ تقلق أو تخاف لعدة أسباب أولا المؤتمر التأسيسي اتعمل في مدينة سمية باسم الرئيس سمية مدينة سيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس الشرفي لاتحاد القبائل اتحاد القبائل أما كان بيلعب دور جنب الجيش في مواجهة المسلحين هو بيقوم بنشاط عسكري ففكرة إن أنت بتأسس الاتحاد يحمل السلاح خارج مظلة الدولة خارج الأجهزة الرسمية اللي هي الجيش والشرطة وكون إن الرئيس هو الرئيس الشرفي للاتحاد ده برضو أصار علامات استفهام يعني مثلا أنا كلمت بعض المحلين السياسيين قالوا مثلا لم يكن أولى بالدولة إن هي تدعم الأحزاب السياسية اللي هي مسؤولة عن تنشيط الحياة في مصر أو تحريك مياه السياسة في مصر بدل من إن هي تروح تدعم اتحاد يحمل السلاح طيب خليني أفهم منك بس ما أفهم هو إنه اتحاد القبائل بصورته الحالية هو جمعية أهلية كما استمعت في تصريحات لمصطفى بكري المتحدث باسم الاتحاد هو سيد مصطفى بكري قال إن إحنا حنتقدم لتقنين أوضعنا وفقا لقانون الجمعيات الأهلية وإحنا دورنا بالأساس هو دور مجتمعي وليس دور سياسي وقال أكتر من كده قال إن تم جمع كل السلاح من أيدي أبناء القبائل من ثلاث سنين وما تبقى هو سلاح مرخص ما تبقى في أيديهم هو سلاح مرخص ده الكلام اللي تقال لكن ده لم يضع حد برضو للانتقادات لأن ده اعتبر كيان موازي للكيانات الحزبية حسب المحللين والمتابعين اللي أنا تكلمت معاهم وبرضو فيه تخوف من مسألة حياسة السلاح بعيدا عن المنظومة العسكرية والمنظومة الأمنية وما بقاش حد عارف بالزبط يصنف الاتحاد القبائل العربية ده موقعه فين في الحياة العامة في مصر موقعه فين في هيكل السلطة إيه دوره حيبدأ منين وينتهي فين مين الرقيب عليه في مخاوف أن سلطتهم تتضخم بشكل ممكن يخلي أن الدولة يبقى صعب عليها أنها تسيطر عليهم كل دي مخاوف مطروحة بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هو سيد مصطفى بكر قال إحنا لنا دور مجتمعي وليس دور سياسي دورنا مش هيقتصر بس على سيناء هنروح للصعيد هنروح كذا هل كلام ده قبل التحقق ولا لأ هل الاتحاد ده هيبقى مقبول في أماكن أخرى في مصر خارج سيناء ولا لأ وطبعا عشان نوضح خصوصية سيناء سيناء هي بتحد غزة وبتحد إسرائيل فموقعها شديد الخطورة بوابة مصر الشرطية زبطة وجود كيان بالشكل ده بتصار حوله كل هذا الكم من علامات الاستفهام ده مخلي ناس كتير متخوفة ووجود الشكل ده من الدعم من قبل الدولة يعني هل هي مرتبطة بخلفية هذا الاتحاد يعني أنه كان معهم أسلحة هي مرتبطة بخلفية الاتحاد من جهة مرتبطة بشخص رئيس الاتحاد من جهة لأنه برضو شخص برضو يسير الجدل واللغط بشكل كبير جدا وخاصة النشاطه فيما يتعلق بحرب غزة الأخيرة وإدخال الناس من غزة إلى مصر وكل الكلام ده مرتبطة بأن الشعب المصري ما عتدش هذا النوع من الجماعات يعني ما فيش في تاريخ مصر الحديث على الأقل يعني أو التاريخ اللي أنا أوع عليه خلال سنوات عمري يعني إحنا عمرنا ما شفنا جماعات تشكل بهذه الصورة أبدا هو دستور أصلاً لا يسمح بهذه الجماعات تماماً الدستور بنص بشكل واضح على أن لا يمكن لأي جهة أو فرد أو جماعة أن هي تشكل أي تنظيمات تحمل طابع عسكري أو شبه عسكري فهو ده المخلي في حالة شديدة من التوجس والترقب حتى لو كانوا حيقوموا بدور اجتماعي زي مساء المصطفى باكري ناس كثيرة بتسأل هما إيه الصفة اللي بيحملوها بالزبط وليه بيتمتعوا بهذا الكم من الدعم من الدولة وفي أجهزة الإعلام اللي هي خضعة لرقابة الدولة في حملة لدعمهم بشكل واضح في اللقاءات اللي بتتعمل في محاولة شرح ما هي هذا الاتحاد السيد مصطفى باكري قال إحنا لا نحمل السلاح نحن لسنا ميليشيا دستور بيمنع ده بس كل هذه التطمينات اللي الاتحاد بيحاول يبعثها للناس عبر وسائل إعلام رسمية أو غير رسمية كل ده لم ينجح في أنه يبدد المخاوف بتاعت الناس تجاه اتحاد القبائل طيب بالعودة للحديث عن إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل تحدثت عن أنه في المقالك عن أنه أصبح مرادفاً للثروة والنفوذ إلى أي مدى يصل هذا النفوذ؟ يعني هل خارج سيناء أيضاً؟ هو ده السؤال بقى يعني هو ده السؤال المهم واللي حيكون محك يمكن في الفترة الجاي هو حتى الآن هو نفوذه داخل سيناء على حد ما نعلم على الأقل يعني هو من اللي أنا أعرفه أنه هو ينحدر من مدينة الشيخ زوايد في شمال سيناء وهو ابن قبيلة الترابين زي ما قلت وهو واحد من أبرز قادة القبائل في سيناء حتى الآن نشاطه بالدرجة الأولى ونشاطه بدأ في سيناء بشركة أبناء سيناء ثم هو تولى مسألة توريد مواد إعادة الإعمار في حرب غزة 2014 ثم الدور الخلافي جداً والجدلي جداً في حرب غزة الحالية لكن هل نفوذ هذه القبائل ممكن يمتد لما هو خارج شف جزيرة سيناء؟ هو ده السؤال يعني القبائل في مصر مش بس موجودة في سيناء موجودة في الصعيد الفكرة فكرة الانتماءات للعائلات والعصبيات القبلية والعصبيات العائلية وكذا يعني دي مش بس موجودة في شف جزيرة سيناء موجودة في صعيد مصر في جنوب مصر فهل القبائل تحدى حيكون مقبول في مناطق أخرى في مصر؟ ولا لو حاول يتوسع زي ما السيد مصطفى بكر قال احنا هنعمل في الصعيد ومش بس هنبقى في سيناء وحنمد نشاطنا لموضة المصرية كتيرة لأي مدى هيبقى مقبول؟ ايه إمكانية أنه يقع خلاف بينه وبين سكان مناطق تانية برى جزيرة سيناء؟ ما مدى قدرة الدولة على أن هي تسيطر عليه كلياً لفترة طويلة من الزمن لأن فيه مثلاً مقارنات اتعقدت ما بين إبراهيم العرجاني وما بين حميتي أو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان والتخوف الأكبر كان أن يكون اتحاد القبائل العربية ده هو المرادف المصري لقوات الدعم السريع ويتحول الأمر إلى صراع ما بين هذا الاتحاد والسلطة في مصر في وقت ما زي ما بنشوف الحرب الدائرة ما بين قوات الدعم السريع حالياً وبين الجيش في السودان لكن في بعض الأراء بتقول إن ده سيناريو صعب أو إن هو يعني يتحقق في مصر إن السيناريو السوداني صعب يتكرر في مصر نظراً للمركزية الشديدة للسلطة إن الدولة المصرية قائمة على مركزية السلطة فبيستبعد هذا السيناريو لكن مرة تانية المقارنات دي موجودة على السوشيال ميديا بشكل واضح جداً وفي حالة شديدة من الخوف من زيادة نفوذ هذا الكيان اللي ما هواش معتاد بالنسبة للناس في مصر شكراً جزيلاً سالي نبيل مرسلة بي بي سي من القاهرة على كل هذه التفاصيل شكراً 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 شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه يمكنكم مشاهدة حلقات يستحق الانتباه على قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب أو الاستماع والتحميل على منصات البودكاست المفضلة لديكم وعلى موقعنا بي بي سي أرابيك دوت كوم هذه الحلقة من إعداد نغم قاسم في الإخراج التقني أبي مورتشنسكا وأميتا باريك في إدارة التحرير كريمة كواح وكنت معكم إيناس عبدالوهاوة ترجمة نانسي قنقر